الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود الحمد لله لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود نحمده ونستعينه فهو الرحيم الودود وأشهد أن لا إله إلا الله الحي الحميد ذو العرش المجيد الفعال لما يريد المحص المبدئ المعيد خلق الخلق فمنهم شقي ومنهم سعيد حكم عدل ليس بظلام للعبيد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله ذو الخلق الحميد والرأي الرشيد والقول السديد أدَّى الأمانة دون نقصٍ أو مزيد وما منح الله الخليقة بهجةً بأجمل من روح الحبيب وأرحم نبيٍ تهاد النور من طلعاته هنيئًا لمن صلَّى عليه وسلَّمًا اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك ونبيِّك وحبيبك محمد وعلى آل بيته الطيِّبين الطاهرين وعلى أصحابه الغُرِّ الميامين وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا معاشر المؤمنين عندما يُصاب الإنسان بمرضٍ خطير فإنه يُسارِع إلى علاجه وتدارُكه وهناك داءٌ عُضال ومرضٌ قلبيٌ قتَّال يعذِّب الروح قبل الجسد إنه دافعٌ من دوافع الجريمة هو آفةٌ عظيمة ومرضٌ فتَّاك مُدَمِّرٌ للأفراد والجماعات ومن الذنوب المُهلِكات ولذا قيل ثلاثةٌ لا يهنَأ لصاحبِها عيش سوء الخُلُق والحِقدُ والحسد حديثُنا عن الحسد لأنه يُعذِّبُ الروح ويأكلُ الجسد إنه داءُ الحسد وحسبُّك في ذمِّه وقُبحِه أن الله أمرَ رسولَه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه ومن شرَّه قال سبحانه قل أيَّا محمد قل أعوذُ بربِّ الفلَق من شرِّ ما خلَق ومن شرِّ غاسِقٍ إذا وقَب ومن شرِّ النفَّاثات في العُقد ومن شرِّ حاسِدٍ إذا حسد قال صلى الله عليه وسلم دبَّ إليكم داءُ الأمم قبلكم الحسدُ والبغضاء والبغضاءُ هي الحالِقة لا أقول تحلِقُ الشعر ولكن تحلِقُ الدين والحسد يا عباد الله أولُ ذنبٍ عُصِي الله به في السماء وأولُ ذنبٍ عُصِي به في الأرض فأما في السماء فحسدُ إبليس لآدم وأما في الأرض فحسدُ قابيلَ لهابيل بالحسد لُعِن إبليس وجُعِل شيطاناً رجيماً بالحسد يعترِظُ المرءُ على ربِّه وكأنه يقولُ لماذا يا رب عبدُك هذا أفضل مني بالحسد تذهبُ المُرُوءَة وتذهبُ المودَّةُ أيضاً والحسد يا عباد الله لِصٌ مُحتالٌ في سرِقةِ الحسَنات قال صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكلُ الحسنات كما تأكلُ النارُ الحطَب رواه أبو داود والحسد مذموم وصاحبُه مغموم فالحسد لا يزدادُ بحسده إلا نارًا تلظَّى في جوفه وكلما ازدادت نعمةُ الله على عباده ازدادَ حسرَه قال السمرقندي يصلُ إلى الحسد خمسُ عقوبات قبل أن يصلَ حسدُه إلى المحسود غمٌّ لا ينقطع ومصيبةٌ لا يؤجرُ عليها ومذمَّةٌ لا يُحمدُ عليها وسخَطُ الرب ويُغلَقُ عنه بابُ التوفيق والحاسد مضادٌ لله في قضائه وقدره فإنه يكره نعمة الله على عباده وقد قدَّرَها الله له ألا قلِّ لمن كان لي حاسدًا أتدري على من أسأتَ الأدب أسأتَ على الله في فعله لأنك لم ترضَ لي ما وهب ومن أعظم أدوية الحسد ذكر الآخرة والزهد في الدنيا لأن التحاسُد من شأه من حب الدنيا قال أبو الدرداء من أكثر ذكر الموت قلَّ فرحُه وقلَّ حسدُه وقال ابنُ سيرين ما حسدتُ أحدًا على شيءٍ من الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسدُه على الدنيا وهي حقيرةٌ في الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسدُه على الدنيا وهو يصيرُ إلى النار ومن أدوية الحسد أيضاً معرفةُ ما أعدَّه الله لأصحاب القلوب السليمة من الحسد قال أنس بن مالك قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا جنوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلُع عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة فتبعه أحد الصحابة ومكث عنده ثلاث ليال ثم قال له أردتُ أن آويَّ إليك لأنظُر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعملُ كثير عمل فما الذي بلغ بك بل ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحدٍ من المسلمين غشَّا ولا أحسد أحدا على خيرٍ أعطاه الله إياه الله أكبر ما أعظم سلامة الصدر وما أعظم طيب النفس ولنتذكر قول الله جل في علاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم اللهم طيِّب قلوبنا وطيِّب نفوسنا واكفنا شرَّ كل ذي شر وعين كل ذي عين اللهم آمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغذر الله لي ولكم فاستغذروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله صلَّى وسلَّم عليه الله أما بعد عباد الله من أوتي صدرًا سليمًا فقد تعجَّل شيئًا من نعيم الجنَّة اللهم جعلنا من أهل الجنَّة قال تعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ قال ابن الجوزي رحمه الله ما طاب عيش أهل الجنَّة إلا حين نُزِعَ الحسد والغلُّ من صدورهم ولولا أنه نُزِع تحاسدوا وتنغَّص عيشهم فالقلب السليم يعيش في جنَّة الدنيا قبل جنَّة الآخرة لا يُعكِّر صفو قلبه حقدٌ ولا حسد فعاش سليم الجسد قال الأصمعيَّ رأيتُ أعرابيًا أتى عليه مئةٌ وعشرون سنة فقلت له ما أطول عمرك فقال تركت الحسد فبقيت وليس المقصود أن ترك الحسد يُطيل العمر فالأعمار بيد الله وقد كُتِبَت عند الله ولكن سلامة الصدر سلامة صدر الإنسان تجعله يعيش سعيدًا قرير العين يا طالب العيش في أمنٍ وفي دعَةٍ رغَدًا بلا قترٍ صفوًا بلا كدرٍ خلِّص فؤادك من غلٍّ ومن حسدٍ فالغلُّ في القلب مثل الغل في العنُقِيَّ أصبَحَ كثيرًا من الناس أصبَحَ كثيرٌ من الناس يُخفِي نِعَمَ الله عليه خوفًا من العين ومن الحسد وللعلم يا عباد الله الحسد أعمُّ من العين فكلُّ عائنٍ حاسد وليس كلُّ حاسدٍ عائن والغريب والعجيب أن الحسد موجودٌ في كل جسد لكن الكريم يطويه واللئيم يُبديه والأعجب من ذلك أن الإنسان قد يحسُد نفسه وماله وأهله وداره قال تعالى ولولا إذ دخلتَ جنَّتَك قُلْتَ ما شاء الله فلندعُو بالبركة لكل شيءٍ أعجبنا فيا عباد الله من تلوَّث قلبه بشيءٍ من الحسد فليُعالِج نفسه وليتدارَق قلبه وليغسِله بماء التوبة والصفاء والمحبَّة والإخاء قبل أن تُبلَى السرائر ويُعلمَ ما في الضمائر ووالله والله ثم والله لو كان عندك من المال الشيء العظيم الكثير وعندك من الولد العدد الكبير لن ينفع كذلك عند الله إذا كان قلبك غير سليم قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم فلنُعوِّد ألسنتنا على ذكر الله ولندعُو بالبركة لكل شيءٍ أعجبنا فإن ذلك خيرٌ لنا ولغيرنا اللهم وفِّقنا للصالحات اللهم وفِّقنا للصالحات وأحسِن لنا الختام وتوفَّنا وأن تراضٍ عنا أرزُقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنةً ونعيمًا احفَظنا بحفظك واكلأنا برعايتك ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى وارحم أموات المسلمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم كما جمعتنا فوق هذا الفرش اجمعنا تحت العرش إخوةً متحابِّين على سرُرٍ متقابلين اللهم أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خيرَ يَ الدُّنْيَا والآخِرة لأننا نعلم أن عبيدُك سوانا كثير وليس لنا ربٌ سواك ليس لنا إلهٌ عداك أجب يا رب دعاءنا وأعطنا سؤلنا اللهم صلِّ وسلِّم على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكراً للمشاهدة شكرا